سلم محافظ كفر الشيخ على عبد الموطي 16 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفدين من المواطنين وضعي اليد على أملاك الدولة أكد المحافظ حرص الدولة بكامل أجهزتها على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين وضعي اليد بنطاق المحافظة تنفيذ لتوجهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن وأضاف المحافظ أن إجمالية عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من وضعي اليد حتى الآن بلغ 1113 عقدا ملف التقنين بنشتغل فيه بكل جدية بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ تنفيذا لتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من هذا الملف للوصول إلى استقرار تام في المجتمع المصري حتى يكون المواطن نفسه آمن في بيته آمن على أرض الزراعية طيب إحنا بنقول المواطن إحنا إيه اللي بنقدمه لك تسهين لهذه الإجراءات أولا اللي كان قدم قبل كده ولم يستكمل إجراءاته تم التنسيق مع لجنة استرداد الأراضي أملاك الدولة لفتح المنظومة مرة أخرى لاستكمال إجراءاته بدفع رسوم المعينة وبالتالي بنشد المواطنين ومتوجهوا للمحافظة للحصول على إذن الدفع ويبدأ في إجراءاته مرة أخرى وإن شاء الله يشعر أن الإجراءات بتتم بمنتهى السهولة واليسر والسرعة الناس ما شاء الله وأبننا أحسن مقابلة اتفقوا معنا على العقود خلصنا إجراءات بسيطة سالسة سهلة ما فيش أي تعييد ما فيش أي روتين الأمور مشت بكل سالس وبساطة إجراءات سهلة خالص والموظفين من الناس محترمين كلهم كويسين يسهلوا كل الأمور تسهيلات في الدفع والسداد وتسليم المبالغ وحاجات بسيطة وبناشد المواطنين أي حد عنده وضع قانوني يقننه الإجراءات بتخلص بسهولة وفيه تيسير في السداد وتيسير في التعامل اشتركوا في القناة